مرحبا بكم في قناة مطبخ اون فيزا مرحبا بكم في حلقة جديدة ووصفة جديدة على قناة مطبخ اون فيزا في حلقة لهم ان شاء الله سنتقسم معكم كيكا ثلاثة في ثلاثة مشربة كجي خفيفة قال ما قادر ديلها عبار واحد غيب ثلاثة دلمع القكبار وتزين كي بخاء اختياري كيف كتشوفوا انا زينتها على حساب الرغبة جالي وكل واحد يزين على حساب اللي متوفر عنده في البيت ندزل المقادر وطريقة التحضير بسم الله على بركتي الله اول حاجة غنبدأ بسيرو باش نخلي علاج بيبرد على بركتي الله في كاسرونة عندي واحد المرسو دي الحامض مع كاس دي الماء ونسكس دي السكر سانيدة عبرت سانيدة بنفس الكاس باش عبرت الماء سوف نوضع الكاسرونة فوق نار متوسطة لمدة خمسة ديال الدقائق غير يبدأ يغلي ونطفي عليه نخليه علاج بيبرد علما يبرد ليسيرو غادي ندز باش نوجد الكيكة ندزل المقادر على بركتي الله بسم الله عندي ثلاثة ديال البيضات وثلاثة ديال المعالقة كبار ديال الحليب وثلاثة دلمعالقة كبار ديال السكر سانيدة 3 معلقة كبار السميدة الفينو 3 معلقة كبار الدقيق 3 معلقة كبار الزيت 1 خمارة جميلة وشوية انكهة الفاني هذه المقادر الكيكا ندوزه لطريقة التحضير أول شيء بدأت بها شعلت على الفران يسخن خضيتم المتوسط الحجم يكون شوية صغير دهنته بالزبدة ورشيته بشوية دقيق من الأحسن دهنه بالزبدة باش ما تلصق لكم شلكيكا ندوزه لطريقة التحضير بسم الله فقنا نوضع البيض من الأحسن استعمال البيض يكون شوية كبير ما يكون شو صغير في الحجم ونزيد 3 معلقة كبار السميدة معلقة صغيرة الفاني نخلطهم جيدا بالطراب ثم نزيد 3 معلقة كبار الحليب مع التطراب المستمر نزيد 3 معلقة كبار الزيت كيف تلاحظو معي كنعبر غيب المعلقة وليها سميناها ثلاثة في ثلاثة وما تنسوا الشرشة الملحة حتى لا تأتي لكم السمطة مسوسة نزيد نخلط مزيدا حتى نحصل على خالط متجانس ثم نزيد 3 معلقة كبار السميدة الفينو مع واحدة الخمارة وزن 10 جرام دائما نغرب المواد الجافة ثم نزيد 3 معلقة كبار السميدة الحلوة هذه القياس السميدة التي وضعتها كافي وهذه القياس التي وضعتها بالنسبة للسيرو لا نشربها كبار السميدة لا نشربها كبار السميدة كيف تعرفوا البسبوسة سميشربها كبار السميدة ثم نزيد نخلط مزيدا حتى تجانسوا على المكونات مع بعضهم نخلط مزيدا حتى لا يبقى الحبيبة من فوس الخالط بعد موجود الخالط حصلت على خالط بهذه القاوة يخفيف كبار السميدة ثم نضع المول الذي قد ذهنت من قبل ونسكب فيه الخالط سمك السميدة التي ستحكم فيه إذا أردت الكيكة تجد طلعة ستعمل المول صغير وإذا أردتها تجد هبطة ستعمل المول كبير بعد موجود الخالط سنقضي الوجهة لكيكة طلعة ومن بعد ندخل الكيكة الفرن نستخدمها من قبل نجدها الطيب ونظرها جيدا ويجد تحمر ونجد مول لونها وبعد موجود نعود لكم وبعد موجود الخالط ونقضي الوجهة سأتذكره كوردين تقريب باكوردين كما أحبت لاحظوا معيجات خفيفة سأتذكرها بالسيرو وكيفما سبقت قلت لكم وجده من قبل لكي يبرد على خاطره سوف نسقي به الكيكا وهي مازالة سخونة نجدها تشرب مزيان وتشرب قاع السيرو اللي اسكبت فيها سوف نطلقها بعدما نقلبها في طبق تزين ونزينوها مع بعض بعدما شربت قاع السيرو قلبتها في التبصيل كلك تلاحظوا معي شربت مزيان وخليتها بردت تماما نجدها بردت تماما وقلبوها لكي لا تكسر لكم سوف نضح لها الوجه بثلاثة المعرق الكبيرة لكم المشماش أو مربع المشماش وكيف تلاحظوا معي هذا الرد هرد لكي كان ماشي الوجه ديالها إذا كان لديكم المول ديالكم يلصق لا تضح لها الوجه ديالها أنا الملتعي لا يلصق أولا طبعا نضح لها الزبدة الزبدة ستساعدكم لكي تضح لها بسهولة سوف نقسمها الى متلاتات بسم الله نلاحظوا معي القوام بديالها ماتت تفرتتش خفيفة كجي رائعة وكيف ما أسبقت قلت لكم تزين كي بقى اغتياري زينو باللي متوفر عندكم في الدار باش كتبقى دائما كيكا بسيطة أنا غنزين باللي متوفر عندي في كل متلات غنوضع شوية ديال الكوك مع نص حبة ديال السوريس كونفي ها التزين هو اللي متوفر عندي لنهار اليوم وها هي وصفة اليوم واجدة وهذه هي الكيكا ديال ثلاثة في ثلاثة كيف تبعتم معي طبعا وهذا هو شكلها النهائي كجيزوينة بزاف ما شاء الله ومدقة رائع ولا ارواع بنينة بنينة بزاف جربوها صدقوني غاتعجبكم وما غادش تبقى وتستغنو عليها نهائيا شوفوا معي كيف هجت من الداخل ما جدش مشربها بزاف لكن طعمها اكتر من رائع كانت منه هاد الوصفتنا الاعجابكم وتبرتجيوها مع احبابكم واصدقائكم وما تنسوش الضغط على الزل اشترك وتفعيل الجرس بش دائما تتوصلوا بالجديد شكرا لكم والى الوصفة القادمة ان شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم